وفقا للقانون عدد 87 والمتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 فمن صالحيات المجلس المحلية لاهتمام بالمشاريع التنموية والمقصود بها التنمية المحلية على مستوى المعتمدية والعمادات التابعة لها وذلك بالنظر في كل المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية تجهيز واستثمار بمرجعه الترابية وبالاستماع إلى مشاغل المواطنين للمجلس المحلي صلاحية إبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال المورد الطبيعية إلى جانب المساهمة في إعداد المخاطط الجهوي للتنمية في إطار مرجعه الترابية ويجتمع المجلس المحلي للتنمية بدعوة من رئيسي ولا يمكن أن يلتائم إلا بحضور أغلبية أعضائه أي نصف أعضاء المجلس زائد واحد وإن لم تتوفر الأغلبية تقع إعادة دعوة المجلس الذي ينعقد في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء ويتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الانتخابات الفائز بأكبر عدد من الأصوات من ممثلية العمادات ثم يتم التداول على رئاسة المجلس بعد ذلك بالتناوب بين ممثل باقي العمادات لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة التي ستشرف عليها الهيئة ولا يشارك في القرعة عند التناوب ممثل العماد الذي سابق له أن ترأس المجلس المحلي للمدة السابقة إلى حين استفاء جميع ممثل العمادات